صحيح. اهل الشوت الاول غير اهل الشوت التاني في اكتر من مباراة ده بالنسبة لك على ما تستفهام? لا ابدا والله يعني عزا اقولك ان هو راجل بيجرب يعني نهاردة اه اه شوفنا في المباراةين لابد كده اه كان طريق اربعة تلاتة تلاتة كان بيجرب الراجل لكن اه احنا مفتقدين في المباراةين اللي فاته كان رقم عشر. اي. وده ده اللي يمكن قدر يحط ايده عليه اه اه مستر موسوماني. رقم عشرة من بداة المباراة مش موجود يحمد بي يعني اه ما بتحسش باداء النادي الاهلي المكتمل. يعني نقصنا حاجة. نقصنا بليه ميكر يقدر يوزع لنا. بليه ميكر يقدر ينقلنا. بليه ميكر يقدر يبعنده رؤية اه اه في التوزيع وفي التمرير بشكل بشكل ببير. وده بيرجع للسبب طبعا ان يمكن افشة اه اه كان مصاف الفترة اللي فاتت. وافشة من اللعبة اه اللي بحييها خلال هذه الفترة. لان هو بيقد اداء متميز مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. احنا فقدناه يا احمد يمكن في المباراةين اللي فاتوا من بداة المبار مش موجود افشة. اه اه تحس ان انت نقصك حاجة. اه اي نعم وليد برضك من ضمن اللعبة كمان. طبعا. اللي بيقدي بشكل كبير جدا بنحييه. حيييه. على الاداء اللي بيقديه. داء وروح واخلاص ومهارة وابداع. كتن وخبرة واداء متميز وروح قتالية عالية. وليد ما شاء الله يعني. ايه. عايزين نديله مسلا ان 26 سنة 27 سنة يعني السن اللي موجود عليه وليد. صحيح. مش هو ده السن. مجرد الزبط. مجرد الزبط. مجرد الزبط. انا رقم عشرة. فكان بان المباريتين بتحسش باداء النادي الاهلي. ايه. في الشوط الاولين. لكن عاز اقولك احمد واحنا بنحلل المباراة. في ممكن اكتر من 7-8 فرص في الشوط الاولاني. ايه. بضيع من مهاجم النادي الاهلي. ويمكن الشوط التاني بيبقى عشر فرص للنادي الاهلي. بيقدر يسجل من خلالها هدفين. لكن في فرص كتير جدا ضايعة. لكن وجود عشرة بيدي ارتاحية لفريق النادي الاهلي. حتى لجمهوره. حتى المسطر المسلماني. وده اللي بيعمله الش شوط المدربين. بنفاجئ ان شوط التاني مستر المسلماني بيغير وبيقلب الموازين 100% لصالح النادي الاهلي.